اهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ونص على وحدة ونص وسمعني يا جدع ولا رقصني يا جدع حبيت المبغطة دي وكنتش جاهزة المبغطة دي مهة انتي النهاردة مش عقبيني ولا عجبة مشاهدينة ولا عجبة مستمعينة مالك في ايه يا شاب هم المشاهدين بالمستمعين مالحقوش يشوفوني عشان عجبهم انا بقولك من القلب للقلب رسولي وانا حس بيكي وانا بقولك انه هم مش عجبهم حالك مالك يا ما في ايه حبيت الحقيقة انا متضايقة ليه مين اللي مضايقك عشان امحي من الوجود قال له فعلا فعلا هتعمل كده اعمل الامبارح هو انا بس كرول داون او على التعليقات بتاعت اليوتيوب او لقست الناس بتقول علي حاجات وحشة اول مش انا قلتلك ما تفتحيش تاني تبصي على التعليقات دي ايوة بس انا البني ادم خطاقة قصدي نساي يعني انت بتحب تنكدي على نفسك قصدي مش عارفة مالو كنت عايز تشوف الناس جالو انا صاطي عالي ومزعجة وكريها وبقاطعك كتير انا بحبك كده عادي والفريق بيحبك كده ليه انا انا بحبك كده وبعدين وبعدين في تحسن يعني زبطنا الصوت ومسكنا العصاية وبقينا ايه لنعدل موضوع الصوت ده لكن وعادي لو قطعتيني ما انا كمان بقطعك على فكرة عادي لكن خلاص انا هتخطى الموضوع ايوة تخطيه هتخطى الموضوع عادي وبعدين حصل ايه للقيم والاخلاق اللي كنا بناخدها في درسة الاسلامية في المدرسة او في درسة الحصة العربية اللي هو بتاع فالتقوا الخيرا او لتصمت اصمت ايه اصمت ده مش خيرا او تجيبها بطريقة نقد بناء انا ماعلمش ايه الناس اللي حصل لها ايه في ايه ما تلموا لسنكو شوي الله ما حدش يغلط فيماها معايا عصايا كدعبت غايتو انا بس اللي اقولها صوتك عالي انا بس انتو ملكوش حق ما حدش ليه حق انتو اسمتو ايه تقل خيرا او لتصمت ايه تقل خيرا او لتصمت ايه شكرا يا دي لحبك اول الله ايه 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 شكرا ليك شديد ايه ايه انا محدش في الدنيا بقفل زي هدير والله العظيم محدش بيدفع انو لا 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 فدعم لا بس ايه الاميس الحلو ده ايه الاميس الحلو ده ايه ايه الميس جديد حاجبني قاب وفيه عيون حلو اوي انتي كلب عيون مشتهدينا لو انتو معارفين كلبة حاجة في ناس ما عارف معناها شنو فتخيه اللي تقوم بتقول كلبة عربيات كلبة مع شنو كلبة مجاملات معناها انو انا بحب الحاجة دي شديد يعني انت كلبة يعني انا مثلا كلبة قهوة انا كلبة قهوة بدي ما معناها انت كلب عديل لا 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 مش الوف ووف يعني انت من كتر ما انت يعني انت عاشق للحاجة دي بشكل جنوني كده بس فاختصرناها بكلبة فراغ انا مثلا كلبة انو اشتري حاجات فيها عيون بحب العيون شديد 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 بحب سلاسل في عيون حتى الخاتم بتاعي فيها وعين كل حاجة بحبها تكون فيها عين ما عشان الحسد والمعتقدات هل يا ترى يا مها ما عمب انت بتلبسي العيون دي عشان الحسد والعين والكلام ده ولا ايه عشان الازراءات بتتكسر الازراءات بتتكسر طول ما الازراءات بتتكسر فانا تميل ما نلقائلك تبونه في التعليقات اتحداكم اتحداكم تعرفوا مين قائل هذه العبارة انا الصراحة ايوه في ناس كتير بيكتبوا لي دشنودة وده ما عارف شنو قايتو دشنودة قايتو هاي انا عجبني الديزاين الديزاين بس بس الديزاين يعني انا ما عندي الحركات دي والعوارد يستغفر الله العظيم بس عين يا جماعة الله انتو لا يدارين تخربوا لينا الحاجات العادية بتاعت الناس العادية ايوه ديزاين وكل المجوهرات والحاجات بس حبة شكلها حلوة ديكتوراشة Musik ممكن في ناس حواليا تبقى انهم زي الرصاص لنا اوه فا وانا زباية الأغنية وانا رانتا رانتا خلاص انت عارفة هو بيمشي كده لحدي 13 باينه 14 و16 انا اول مرة اسمع كاملة كان في حفلة في الحفلة الثانية مش انا حفلة بعمر الثياب اول مرة اسمع الأغنية كاملة وانا يعني واقفة بس انا كنت فيه يا امر لو فيه 2 منك وبعدان يا امر لو فيه 3 منك وخلاص انا لقيته مكمل 13-14 يعني كمل لا يعني. وانا مستغربة في الرادي ه operاد حا بصراحة خلاص قررت انه هسمع لFORE حفلة حده هذه هي هي الحاجة لما تسمع لايف تبقى غير ما تعرفيش تعيش التجربة تاني ما تعرفيش صراحة ممتعة شديد لما غنناها ايوة انت مش فهمها هو لما عمل هو لما حضرنا لايف بتاعه ده وهو قبل ما يطلع عمر دياب على المسرح كان مطلع فيديو كان عمل منتاج كده لفيديو قصيرة عرضوا انه بدايته لحد الوقتي حسيت ان انا كبرت مع عمر دياب انه الاغنية دي كنت بسمعة ونصغيرة في العربية واهلي بيسوقوا بعدين دي سمعتها في الجامعة حسيت كده انه عمر دياب كمل معايا مراحل حياتي كلها وانا لو شريت حياتي يعني لو فيه فيلم عمل عن حياتي يمشي معايا عمر دياب لانه كان فيه كل مرحلة معها اغنية يعني كده كان حاجة دراما قوي مع نفسي كده وانا هو ده ما احنا جايين نمبس ايوة ايوة اتأثرت جامل الهضبة الهضبة لكن هما كان الهضبة صغيرة المفروض كان يسموه الدبل مثلا بس الهضبة الهضبة دي انا ما ينفهمها فهضبة راحة يعني لها كده الجبل فيه عنف لما تقولي الجبل لا لكن هضبة او اسمع صوبة يعني احنا عارفين من ايام درسنا هضبة دي الجبل الصغير الكثبان الرملية اه ايه ده لا مش حلوة خالص ما عارف لأي سميتوه كده او يا اختي هما مبسوطين وهو مبسوط وكل الناس مبسوط انت ايام ها دبا ها الدبا صغيرولة الله حد طلب رأيك يعني هما بيقول لك حتى لو ما اشرحوها لك بيقول لك جبل لكن صغير ليه؟ يعني صراحة انا جبل دي تحسيها اسم بتاعي صباط اسم حاجة كده قمة قمة القمة القمة كده انا ما عارفش انا كينج يعني القيصر هادة با ليه؟ الكنج متخدى والقيصر متخدى ما انا بقولك مقارنة يعني القيصر كظومي والكنج منير معروفة مقارن في الهيناء اللي ايزا مده هادة با وده اللي سموهم ده كله كان مفوط وسموه الامبراطور يمكن تكون متخدى برضو امبراطور ممكن في امبراطور الشاشة السلمائية في امبراطور مين؟ الزعيم عدل امام الزعيم شفتي؟ الامبراطور متخدى هو مسمينه هناك زي يسمو واحد بحيرة فجأة ليه؟ المهم نرجع لموضوعنا الاساسي انه هدي كل المجوهرات حاجتها نجوم وهلال وكواكب ايه؟ عشان هي عشان موضوع الحلقة النهاردة عاني عاني الابرق الابرق فهي شفتي اللفة دي خطيرة عجبتني عجبتني انت لكل لابس عين وريهم وريهم الكولكشن بتاعتك وغيرونا هنا حلوة شديدة الحلقة بتاعك اللي انا صراحة مستمعينا افتحوا الحلقة اه برضو كلبة حاجت بتلمع حلقان كلبة زيركن عشان الالمس غالي زيركن يا جماعة افتحوا الحلقة شوفوا هي حلقان ولا حيلقان حلقان 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 دي؟ انا اكتشف حلقان ما بحرف اقولها انت مصرية انت بتقولوا كده اكتبوا لي في التعليقات حلقات طيب نبدأ في موضوع حلقة ولا عندك حاجات تعريزة تانية نبدأ في موضوع الحلقة ولا انت عايزة تكلمت حاجات تانية انا بصراحة ما عندي حاجة اقول الي جمهورنا الكريم غير اداقامكم الله زخرا لهذا البودكس بودكس اتفضل يا هادين نحن طبعا للحلقة الفاتت اتكلمنا عن الابراج وتنويه ضروري نقوله ايوه في بداية الحلقة تاني هنقوله بوردك الحلقة دي انه نحن هذه الحلقة في سبيل التسلية والترفيه هذه الحلقة في سبيل التسلية والمزاح والترفيه فقط لا غير نحن لا نؤمن باي شيء يدعي انه يعرف الغيبيات او اي حاجة زي دي ده كله هزار كله عبس فنحن هسي هديل هتورينا معلومات عن الابراج وبنتقطق عليهم المرة اللي فاتت اتكلمنا عن بورج العقرب اللي هو بورج مها و بورج السراطون ولمنا تطرق الى البرج الثالث في عائلة الابروج المائية الا وهو بورج الحود اللي هو برج الفريق بورج الفريق وبرج الحود انه يعني انني وحب بورج الحود وعشق تفاصيلك وانا ما ما انا باحبك موت واحب بورج الحود وعشق تفاصيلك تحكو بوق تحكو بوكا وسكوت بوكا وسكوت ده نتي اللي في الدنيا واللي يفوت يفوت أداء رائع أداء رائع نشاز رائع بس على فكرة يا جماعة حتى لو صوتكم موحش وإنتوا نشاز ده مش معنا أنتوا ما تغنوش ما بمنعه لأن يعني ما تحترفش الغناء لأ عادي ممكن تحترف وتعمل جازنا تضرق عام برج الحوت الفريق منتحمس جدا الصفات العامة بتاعت برج الحوت هي كالأيدي حالم وحساس وبيحب الفن والموسيقى ده طبعا عشان هو فريق فودكاست ونص أيوة هاي تذكرت صاحباتي برضو برج الحوت مين؟ مش حساسة ولا حلمة ولا تحب الفن والموسيقى بصي بصي فيه فرق ما بين ست الحوت وراجل الحوت احنا قلنا الوقت هي الصفات العامة هنقول بقى ست الحوت رومانسية جدا عادي مش طيب وممكن تقعد تسمع أغاني حب طول اليوم لا خالص مش فاضي هاي احيي وبتحب العزلة أحيانا للراحة النفسية دي الفريق الفريق اه الفريق بيحب العزلة للراحة النفسية صح؟ انا بحب كموت واحب بورج عشان كده غناليها بحب كموت بورج الحوت ايوة آه فايد الجو كان نفسي أكون بورج الحوت في اللحظة دي نما اسميك اللحظة الضيقة دي واو واو حقد برعاية عمر الدياد هو دا وقت دلوقتي ايه بقى عيوب برج الحوت ايه بقى الهروب من الواقع يميل الى الهروب من المشاكل يعني عنده المواجهة مش احسن حيقة محبش المواجهة والله الفريق وادي فريقي وادي 24 ساعة طاني عيوب السزيجة ممكن يكون سزيجة في السزيجة خالص ده ده فريق قادر! قادر و صاحبتي ذاته قادرة! فريق شاكمنا! فريق شاكمنا! انتي عارفة ان اخويا حوت واختي حوت الاثنين? ومريم حوت فيبراير وعبدالله حوت مارس ايه؟ اي حوت فيبراير؟ هلا فيبراير دي؟ حوت فيبراير في حوت مارس؟ ايه ده؟ اه بيبقى اه مكمل! مكمل! فهي مريم تولدت في فبراير يعني عليك الله عبدالله ومريم وصاحبتي ديك والفريق نفس البرج عليكم الله الكلام ده مش كلام فارز! بصي بصي اقول لك فكرة مراحل تطور البوكيمون موجودة مرضه في بورج الحوت فعلى حسب بقى كل شخص كل زل بمرحلة بتاعته كل زل بمرحلة بتاعه ما عنده مرحلة بس صراحة العمل المشترك الموضوع الموسيقى به الفاني ده كلهم بيحبوا الموسيقى قوي يعني تبقى جزء من شخصيته يعني كلنا بنحب نسمع اغاني في العربية متى؟ سبحان الله بورج الحوت بيحب نسمع اكتر؟ بصي بصي أكتر مني؟ بصي بصي كل الناس بتحب نسمع اغاني في العربية إنما بالنسبة للبرج الحوت دي شخصيته ده جزء من شخصيته ده جزء من شخصيته فالفنان اللي هو بيسمعه بيكون جزء من شخصيته كده ما منفعش يسمع أي حد لا ده انت عارفة انت بتقول ياه ده كله شنو عبارة عن شنو؟ كلام فارغ على فكرة ماها بتقول فارغ بالخاء مش برغير انا بكراهيت لما انت جود كده وانا والفريق وانا كده اكتر من مار لا على فكرة انا مستحيلة جقول كلام فارغ بالخاء انا بقول كده مصخرة لو قدت كده لك انا بقول كلام فارغ لك انا عشان بقول كلام فارغ فانتوا بتسمعوا خاء لكن اي ما بتطلع خاء قايتو؟ يعني انا من الناصر بيقوله من الناصر بيقوله الغنقف والهناي من غير ما يعرفوا؟ قايتو عقدة برج الحوت في الحياة استني ما قلتش المراحل دلوقتي مراحل برج الحوت غريبة جدا بيبدأ كسامكة انت عارفة ان الحوت سامكة بعد كده الظلام دي يعني شنه؟ الظلام مفيش معانا يا صاحبي يعني اكتئاب مثلا؟ لا هيبدأ بقى يمش هو حالم وكل حاجة بيتأثر بيها حوالما سامكة تأثر بكل حاجة حواليه كده والعواطف كتيرة كده بقى وعندهم يعني هما امباث في نفسهم ايه؟ امباث يعني على الطريق؟ تبقى لما تبقى عاطفي من امباثاتك من امباثي تحس بالناس ايوة يشعروا الاخرين بعمق جدا طب واحنا هم نشعرش بالاخرين؟ لا بعمق جدا انت ركاية بعمق جدا انا بشعر بعمق ايه علينا المهم اوكي ومن قطر ما هما بيشعروا بعمق باللي حواليهم بيبقى عندهم صعوبة انهم يفرقوا ما بين دي مشاعرهم هما ولا مشاعر اللي حواليهم كده 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 الموضوع بيحصل فيه لبس بعد كده بيبقوا الظلام بيزهقوا بقى من المشاعر وبتاعه بيبدأوا يهرموا بقى الله ولعوا انتو كلكم بمشاعرك انا اقرفت منكم بعد كده بيجينوا لحظة ادراك وبيتحول يبقى المحيط يه بموجه العالي والهايج يه يبقى شخصيته مش ضعف الله وبتزيد حكمته ومن المشاهير برج الحوت هايفا واهبي كطابة ايو ياريتني برج الحوت يعني هايفا واهبي تكون برج الحوت وعمر الدياب يغني لها حبك موت واتبقى المحيط لحظة عمر الدياب غني لهايفا لا لا برج الحوت عشان هو بيحب هايفا نظريت مقابلة ملهاش اي نوع من الصحة سكوب في بودكاست ونص كشفنا العلاقة الكسب اللي ربنا يحرمنا منها كشفنا العلاقة بين عمر الدياب وهيفا واهبي حصريا حصريا على بودكاست ونص بودكاست ونص خضالي تمام دلوقت يا مادام كده خلصنا المية كلها كلها المية بس ثلاثة ايوه هو كل برج بس ثلاثة ثلاثة فاربعة بكم؟ مع اثناشر هم اربع عناصر وثلاثة أبرق كله عنصر ايوه ثلاثة فاربعة بكم؟ اثناشر برافو عليك بس سبحان الله وليه يعني هم عرفوا ثلاثة 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 شفت عشان تقعد عزار في كلام دفر له كده فارخ فارخ انا ما بقولك عن فارخ طيب ماشي انا وانتي والايم مبينانهم والفريق انا اللي مقوي قال بين الفريق مقتنع انتي تبقلي فارخ ايوه ايوه طب خلص خلص لا ما تتعصى بيش عايزة ننتقل على ايو عنصر تاليا النار يا لهوي بسم الله الرحمن الرحيم جوهنم الابروج النارية هنبدأ بالحمل لان فقه فجأة كيف الحمل مش بقولوا عنه حمل وديع كيف ده ده لمؤخذة ابو الابروج ايه ده بكات؟ لمؤخذة لمؤخذة ما في اي داعي فبتخلي الكلمة اللي حتقولها تكون شكلها ماحلو شائك شكلها ماحلو اتفضل برج الحمل ابو الابراج ابو الابراج يعني ده جوزك ايوه لان انا ام الابراج ايوه 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 وبتفيه طوافق بينهم للاسف لا برج لا اتفق مع برج الحمل الصفات العامة لبرج الحمل جريء مغامر وبيحب يتحدد كل حاجة وعنده اقطاقة زي القنبلة النووية اللهو اكبر اتازدوه اللهو اكبر مفرقة عادة الرجل الحمل بيعتبر نفسه رامبو جاهز يدخل في اي خناء ده مكتوب ده ايوه ده الاعداد بتاعي اعداد شكلك كتبتوه برج بالبات ده شاتجي بتير بيعتبر نفسه رامبو جاهز يدخل في اي خناء لو حد بس بصله وعنده حماس زي الاطفال الصغيرين يعني كده اتخيالي انت اديتي طفل سكر بقى وهو اكل سكريات وشرب حاجات مليانة سكر وعصاير وبتاع بيبقى 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 زي زي في الشق اه ده ده بشهر كم الحمل شهر شهر اربع اعتقد اعتقد شهر اربع اعتقد شهر اربع من ان شاء الله ان شاء الله من واحد وعشرين ثلاثة لحد واحد وعشرين اربع بالمقاطعة شوفي كده شوفي عندك كده في السرش واحد وعشرين مارس ايوه لو اده شهر ثلاثة الى تسعتاشر ابريل ايوه شوفتي من ثلاثة الاربع منهم من الناس اللي بنعرفهم اتولدوا في الوقت تقريبا ما اه عمتك ديك اللي احنا ما بجينا صح اصح اصحاب معاها اللي عملت مشكلة كبيرة في الجروب وعملت جروب وخطتنا فيهو وقعدت تتكلم علينا كلنا بعدها عملت لانا بلوك كلنا ايوه صاحبتك ديك اهه في لانا ديك دي حمل ايوه شوفتي 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 اجري وليه تاني عشان انا هس في السجد هسي حيجي عليك امرأة الحمل اها مالكة الدراما ايوه فعلا لو حد زعلت تبقى مسرحية خمس فصول صح صح صحيح دايما عندها مشاديع وافكار مبتكرة صراحة اوه قد افكارها حلوة ايوه قد افكارها ايوه قد عندها نظرة حلوة جدا شطرة في شغلها حقيقة ايوه 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 بس يعني ايه ابعد عن الشر وغني له يتلخص في البرج ده يعني ايه واضح موضوع عدم الاتفاق مولين الابروج بدا صحيح صراحة ايوه طب انت اتفق مع العقرب ايوه مش مكتوب يعني هو مكتوب انها لا تتتفق مع الجدي والسرطان شوفي ليه له مكتوب عليك الله ما مكتوب شوفي ليه يعني ما هسي ما عارف ما مكتوب اتصرف كيف اتخليتي معها ليه روحي صرحيه لا انا شوف مكتوب اول يا بنتي مش مكتوب الابراج التي لا توافق معه هم الجدي والسرطان انت لا جدي ولا سرطان انت عقرب يعني يعني متفقة معاها المفروض اه خلاص انا اضرب لها هسي اه تكلميها كده بس لسه عملالك بلوك اه مش هي اه مش هي عملالي بلوك وعمل بلوك السبع صحابنا تانين عملت بلوك احنا كنا اصحابش اسمعوا انا لازم نحكي لهم قصة صحابتنا دي والله صراحة بنحكي لهم يا زلوهم في النهاية ما غرب بص غرب 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 غريبين انتو مش اغرب اغراب ايو انتو مش غرب برضو تمشي غرب لا هم مش غرب ماش عفوغ اها اسمعوا بصوا كان في واحدة صحابتنا كده تمام بدون مسميات هنقول ان اسمها ماريا ماريا دي عواطف 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 من ماريا لعواطف اه عشان عواطف عشان عندها عواطف عشان عندها عواطف عواطف دي كانت صحابتنك الامور تمام ومفيش حاجة وعادي كل واحد في حاله تمام فجأة ايه بفجأة ينعمل جروب في الواتساب وننحط فيه كلنا تمام واصلا هي صحابت العواطف دي عاملة مشاكل معانا من اللا شاء فجأة مثلا تختفي وما تكلمناش وتتكلم على 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 كل بنت في ظهرها للبنت التانية وتنقل الكلام مش صحيح ودايما شايفة نفسها انها ايه بتستغل وانها معرفش مين وان الناس وان الناس تضعفينها واحنا ولا عمين اي حاجة بالزبط احنا عندنا كل واحدة مشاكل ليهنا مكفيها المهم فإز فجأة تعمل هذا الجروب ده في الواتساب وتحطينا كلنا وتكتب بقى كلام عارفة كتت مجهزة عارفين المسيج الطويلة دي الباريجراف دي اللي بتكتب دي كتت مجهزة لها اتنين كده وحطت كم ستيكر مش لطيفين مش قلازة حاجة واحد منهم كان بيرقع على الباب كده انو يعني انا هرقع على الباب في الشوكو كلكو هقفل في الشوكو الباب وقامت ايه خارجة من الجروب وعملانا كلنا ايه بلوك 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 انستجرام بلوك واتساب بلوك فيسبوك بلوك التلفونات بلوك كل حاجة بلوك كل حاجة انا ياختي كان ايه وكان يعين يا رب كان في يعني كان فيه تراجات مختلفة من الصداقة مع عواطف احنا كنا صح؟ احنا مش عارفة مش عارفة تكلل يعني عواطف كت صاحبتنا كلنا وكلنا نعرف بعض بس احنا مش كلنا كجروب فاهمة قصدي يعني عادي لو خرجنا مع بعض عادي فهي تعرف ناس اكتر من ناس فهي كانت صاحبة ناس كانت باست فرندز مع ناس في الجروب ده يعني بتاع 8 سنين والطوع 8 سنين 4 سنين حقبة كده 4-5 سنين مش هينة وبرضه عملت مشاكل معهم والبنات دي كانت متأزمة نفسيا وقعدوا يعيطوا بتاعوا وكان حوار فبرج الحمل فعلا برج ناري و بتاعه كده اتمنى اتمنى لعواطف مع ذلك من منبري هذا اتمنى لعواطف لا شيء الا الخير نعم واتمنى انها توصل لمرحلة الشمس تولد من جديد فيها مرحلة دي اخر مرحلة للحمل اسمها الشمس تولد من جديد لا مستحيل دي بيوصل فيها لافضل نسخة من نفسه بيوصل للسلام الداخلي وبيولد من جديد وهيبطل ياخد الحياة جد قوي خليك استريتش يا حمل دقيقة قولي لنا مراحلة الحمل عشان نعرف انا بقى عندك فضول سا او بيدق بالحمل اللي هو وكبش الكيود ده او بعد كده يتطور بيبقى الراعي الغنم او فعلا قاسي قاسي على الغنم ايوه بعد كده بيبقى الشمس تولد من جديد الشمس تولد من جديد الشمس تولد من جديد كاملة اسم المرحلة كده اسم المرحلة حسب البتة اللي جي في التيك توك اللي انت شفت الفيديو بتاعها ايوه نعم الحلقة دي كلها المصدر بتاعها واحدة عمل الفيديو في التيك توك فانا ما عارفة انتو بتحضروا ليك لها سمحتوا البنت دي عملت ريسيرش جامد وعملت ساستلة عملت ريسيرش في فين في الانترنت في دولبتهم اكيد عندها مجلدات تحت السرير الشمس كتقعدة كده مع نفسها كتقعدة مع نفسها في ساعة عصاري كده ساعة صفا قالت سامي المرحلة دي الشمس تولد من جديد الشمس تولد من جديد بس والله فيها حتة شعيرية كده حلوة حلوة والله جديد جميلة والله الشمس زي لا تطفق الشمس لا تطفق الشمس لا تطفق الشمس لا تطفق الشمس ولا لا تطفق الشمس ماش عارفة انا فكت فكرة لا تطفق الشمس قالوا مسلسل حلو شديد انا لكن ما حضرته انا اختي حضرته لكن انا ما حضرته انت عارفة؟ لازم نحضره لكن شوفي اتمنى باللي عواطف انه يتصل مرحلات الشمس تطفق من جديد ايوا لا تطفق الشمس الشمس تولد تولد الشمس تولد من جديد وتمنى لها كل الخير ولو اي زور عنده عواطف في حياته ما تتأثروا ايوه اتخطوا اتمنى انكم تتخطوا تبقوا مرحلة صعبة خصوصا لو كانت صداقة طويلة بس بعدين بتتخطوا ايوه عشان كده يعني شفتوا اوعكم تصاحبوا الناس شديد من اولة كده بتاع تستنوا زي 3-4-5 سنين ايوه مراقبة اها شفتوا عقرب لا يسق في الاخرين بسهولة حب بس انا اوه حب بس انا اوه البرج النادي الثانية اوه الاسد ملك الغيبة اما شف أن انت مخرف انشطك انا البرجل حلقة كلها معدبني كل موضوع كلها معدبني مرحbau الاسد شيفي يعني قالوا انه هم ناس صعبين وشايفين روحهم ومغرورين مقرورين. الكلام ده صح. ايه ده بجد? ايوه. اها. تبعتي عارفة ان الابروجي بيت. ده انا عارفة كل حد قيلة. بطلع له في التيك توك. ايه اكتر بورجي خاين? قال ما عارفش انه. ايه اكتر بورجي فاشل? قال ما عارفش انه. ايه اكتر بورجي مش عارفش انه. يعني صراحة البرامج ديست يعني. بس بتفرج عليها اهو? لا خلص. واضح. تفضل تفضل. بورج الاسد. ملك الغابة. اه. قيادي ومسيطر بطبيعته. اه. شغوف جدا. اه. وواثق في نفسه. اه. بحب يكون مركز الاهتمام. اه. وعنده كارزمة وسحر بقى معه مش ملك الغابة من فراغه. صح. الفرق بقى ما بين انسة الاسد. اه. ورجل الاسد. اه. رجل الاسد ملك الدراما والاناقة. اه. ولازم يبقى لبسه اخر شيكة. لازم. وبيحب يباين نفسه كل حاجة يعمله. اه. ده بس رجل الاسد. اه. امرأة الاسد. اه. شايفة نفسها مفيش زيها. سبحان الله. ومفيش حد يقدر يقلل من شأنها. وتحب الظهور والشهرة. مرأة الاسد. امرأة الاسد. ايه ايه بقى مراحل الاسد. عندك عندك فضول ترابي مراحل الاسد. اه اه. شايف عجبتك مراحل اعرف كل حاجة عن مراحل الاسد عشان عندي صحبتان اسد. انا عندي صحبة اسد برضو. مين? فاطمة. وانت صحبتك مين? نوار اسد صح? نوار اسد وضحة اسد. اه صح ضحة اسد. اوكي. عموما عموما مش. يا محا. الابراج التي لا يتوافق معها الاسد العقرب. انت زي صحب مع دول. انت زي صحبة معاهم. انا بقولت سيبي صحباتك دول فورا. مكتوب الاسد لا يتوافق مع الاقرب. الاسد منفتح والاقرب غالط. ويفتح الساعة ستة. كا دي دقيقة يا هديكا دي دقيقة. هو يسبب توتر وعدم تفاهم. لا ما يستكيتش عالكلام ده خالص. ما يستكيتش عالكلام ده. انا اضرب هسي حالك. اضربينيهم اعملينيهم بلوك زي صحباتك دول. اتكلم معهم. اتكلم معهم في الموضوع ده انا بعد الحلقة. بعد الحلقة. عاملينيهم بلوك. عايني. العقرب والاسد ما. لا يتفقى. ليه عشان شنو. لان الاسد منفتح. وقلتلك والعقرب والغلق بيفتح الساعة ستة. بجد يعني العقرب غامض والاسد منفتح. فما بتمشوش مع بعض. بسبب توتر وعدم تفاهم. انا انا الغموض بتاعي. جاعد يجي في طريق صداقتنا وبحيس بيتوتر وعدم تفاهم. شوفتي كل كل ده مكتوبة. انت لو جتلي من الاول اكتوفرت عليك وقت وفلوس هدايا اعياد ميلاد الخروجات وفصح. اوفرت عليك كل 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 ده. على الفارغ. كلام فارغ. كلام. فارغ. اما الابراج التي يتوافق معها هي الحمل نار في نار بقى. نار في نار يعني بحريقة. يولع. 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 يولعها ولاعها ولاعها ولاعها. ايو. ولعها ولاعها ولاح انتوا ممصح بالني عشان برجالك عقرب عشان انا قص ولا عشان انا اقرب فهموني فهموني هثي عشان اكمل في صداقة دي ولا لا لو انتوا ممصح بالني عشان انا مها بقصي وعقربي ايوه انا ما هكمل الصداقة ايوه والريوم شكرا شكرا عشان انتي فتحت عيني على موضوع زي ده تخيل طبعا هي دي مهميتك تخيل كمان اكمل في صحي وغي لا فاشلة زي دي توقتك وعندهم غرور وحب سيطرة ايه الهم ده لا لا افصت فعلا انا سيطرة عليك وعلى فكرة خد اي بالك انت كمان شخصيتك قوية تحب تفرد سيطرتك في المنطقة اه انا برضو بفرض سيطرتك في المنطقة انا جعله ليه كده بفرض سيطرة فيه ازميل انت مالك شخصيتك قوية ازميل كده فكرة بس حاب بقولك انا بس مذكر ان عيوني كانت الساحرة والشاوت اوت اللي تامر حسني فناني الجيل لان هو من فنانين برج الاسر شاوت اوت اوكي طمورة طمورة حبيب قلبي الى البرج الناري الاخير الا وهو احتمال يكون برجك برضو برج اكوس الله الصفات العامة برج مغامر وبيحب الحرية وبيحب السفر الله بحب السجن اه بحب الناس تقول ليه عمل شنو ما عمل شنو ايوه لا لكن لما يقولوا بتشاكل معهم برضو ما عارفها انا مجنونه براي اعايني انا انت هس مش كنتي ما عارف من هوة مغامر وبيحب الحرية بتاع عواطف المغامر بيحب الحرية بيحب السفر والتجارب الجديدة دي مش عواطف لا عواطف الحمل ما مش بتحب الحرية دي برضو معادي ممكن اي حد يحب الحرية والسفر والتجارب الجديدة مش هو ده مش هي دي العلامة الفريقة بتاعت برج القوس ش هي دي العلامة دي صفات العامة صفات العامة طبعا فيه اختلاف كبير جدا ايوة ست القوس بقى بتعشق المغامرة والتجارب الجديدة وبتكره الروتين ودائما عندها طاقة ايجابية ايو دي انا طبعا رجل الكوس تلاقيه دايما بيحب ينسافر تلاقيه دايما ركب طيارة ما شاء الله بصبره ايه بصبره ايه لما بيحتاجش فيزا ده بصبرك ايه يا كوس يعني ايه زال البرج الخاص هسه عد طيارة في الطيارة في المطارية في الطيارة في المطارية في الطيارة ياركب الطيارة ينازل من الطيارة يا عنده ترانزيت رايح فين؟ رايح في كل مكان رايح سياحة ولا شغل؟ عنده روح حر على حسب لو هو غني ومعه فلوس يبقى سياحة لو هو مش معه فلوس قد كده ومش مقتدر يبقى شغل قلبه ايه؟ سياحة قلبه سفر ايه تعرف انه سالفيز بيشوف بوردرقاس اول بيقول اوه اوه ده قوس ابروفد ابروفد بس ده شكله مش لا ده قوس يا عم ده مسافر مش عشان يهاجب بها مسافر عشان مغامر عشان هو مغامر وبيحب بالمحايا انا شايفه اي حد مسافر وبيقدم على فيزا ابلكيشن اكتب ليه الهيئة الموظف اللي انت هتقدم لها على الجوازات اكتب انا على فكرة انا بسافر للسياحة وللسفر لان انا بورج لوكوس وعشق المغامرة والتجارب الجديد في الكوبر لتر تكتبوها اكتبها في الكوبر لتر هتاخد الابروفل ان شاء الله على كله مية بالمية ضمان مني انا ومية بالمية ومن البيتة اللي سواء علي بصوا ده كله علم ده كله علم وادلة مسبطة وفي هايلايتر بامبا يعني شايفين هايلايتر البامبا ده ما تعوب علي ده معناته الشغل الجد ده ادي دعم ادي دعم ادي دعم لو ما خدتش الميزا ودقيقة اه تمام ايه بقى الصفات الوحشة في بورج الكوس او ايه اه ومش مهم اللي حوالي بقى مشاعر اللي حوالي تولع يعني انانيين مع tampينين لا 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 مبالاة بمشاعر الاخرين ده في فرق ما بين ده والانانيين اه اه ان شاء الله ان شاء الله اه التغور بيعمل كرارات سريعة بدو ما يفكر في العواقب ماذا العواقب ايه 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 ايراشونال ايوا 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 ايه عقدته في الحياة ايه يكره القيود والالتزامات ويفضل الحرية والمغامل احنا قلناها في الصفات اللي اطلق يؤمن بي دادا للتوكيد انا ومها الحمد اللي انا توفق مع بورج القوس عادي مش مشكلة منهم نعرفون بورج القوس؟ وعد وعد قوس وعد بورج القوس؟ يون هاريسود؟ دي صاحباتك اكتر مني اما احبت انا صاحباتي ما بعرف بورجو بشنو هاي صحيح وعد بتسافر كتير ايوا ايوا يا رجع من الطيورة هل انت عارف ان كان بورج القوس؟ هايفه لا لا انا صدقته انا صدقته انا صدقته انا صدقته واتمنى تمنيتي الحرة لبرج القوس وتمنيتي لهايفه ووعد انه يوصلوا لمرحلة القنتور ايه ايه؟ القنتور, مرحلة القنتور دي احسن مرحلة قنتور لا 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 السنتور حزام الأمان لا مش حزام الأمان باللبناني السنتور هو مخلوق خيالي مثل العنقوق بيكون نص حصان ونص إنسان أعوذ بالله نعم كائن خيالي هل تجرفتين في حياتنا بكائناتك الخيالي بص يعني حلوة حلوة قوي مرحلة القنطور بيبقى قلما في الحيث لها نص حصان ونص إنسان يعني بيقول لك مثلا هاو بص هاو السوق الفريق عمرك ما شفتيه في الكارتون عمرك ما شفتيه في الكارتون لا يعته كارتون ده اللي بتحضيره ده في أفلام كتيرة كارتون بيطلع فيها القنطور ده هيركوليز واحد منهم هيركوليز ذاته؟ لا هو هيركوليز ذاته إنسان اه ايوه بيطلع في الكارتون معاه واحد قنطور بس يا جتيمة امي قنطور منك واحد ابن قنطور يلا يا قنطور يا ابن القنطور بقى مرحلة حلوة جدا على فكرة بيبقوا فيهم بيمروا بفترة حكمة وسلام بيطلع المراحل بتعطي القوس مش هوا ايه الإيموجي بتاع مايك بيبقى واحد كده مسك بيبقى القنطور مستمعينا نعمل حركة القوس رمي السهم ترمي السهم ايوه فأول مرحلة في مراحل برج القوس هو رمي السهم يعني ده بيجرح الناس هل يصبح يصحى أنه محظوظ ومحظوظه والدنيا ماشى معه جامد يعني أشحى أنه دائما الدنيا ماشى معه جامد وطن قم تسحقه الحياة بعد ما كان فكر أن الدنيا ماشى دائما معه وجامد اصحقه الحياة انا اصحقت سبع مرات اول كده قولوا لي انتي اكثر من اصحقتي بين اصحق بيبقى ايه السهم شوكن الرامي بيبقى السهم ازاته ازات نفسه السهم نفسه مش سهام بنت خلتك السهام؟ سهام جمع سهام؟ صباح الخير صباح الخير انتي كنت تعملي في درس اللغة العربية بس فهميني انتي بتكلمي انتي بتكلمي أعشان ايه مين زول يسمي بيته سهام كتيرة؟ سهام سهام من نهاقي ما ربطتهم عبطة انا تفضلت بيبقى هو السهم ذاته السهم لما بترميه بيبقى بيترامى في حتة واحدة بيمشي في مصار واحد هدف واضح ومحتفكير محدود حاجة واحدة انا ماشي في حتة واحد يعني مخت ده واحد متخلف الربط المواضية عندك فزيعة بيبقى بيعيش بنمط واحد ووطيرة واحدة واتجاه واحد محدود بيحجم نفسه حجم نفسه ما بيحب الحرية بس لمسحقاته الحياة حجم نفسه مسكين قلق وخون يعني بقى مش على بعض بقى مش على بعض تيجيلوا بقى لحظة إدراك ولحظة حكمة ويتحول يبقى إيه القنطور دي آخر مرحلة آخر مرحلة إن شاء ظهر ودي بيحصى فيها إيه بيحصى بيبقى فترة حكمة وسلام ووفرة بقى وحياة لذيذة وبيبقى عنده بيعيش بأكتر من وطيرة واكتر من نمط مش مقيد نفسه ومحجمها بيعيشوا أكتر من خطشته إن شاء الله ربنا يرزقكم لكم بمرحلة القنطور واتقنطروا كلكم مع بعض إن شاء الله ومن فنانين بورج الكوس حبيبت الشعب نيلي كريم نيلي كريم نيلي كريم بحب الحرية والمغامرة والأدفانشرة على فاكرة ما بتحجمش نفسها نيلي أكيد في مرحلة القنطور كانت هي لعبت بلاي كتتركيزة بلاي بقت ممثلة ويا عالم هتبقى إيه بعد كده أيوه شفتسي هي بقتلقها في مرحلة القنطور من ساعة ما تولدت أيوه لأن هي عمالة بتعمل كل حاجة بتعمل كل حاجة إيه يا عزيه كده وما يمكن هي في مرحلة القوس لا لأنه بصي حتى خدي بالك في التمثيل خدي بالك في التمثيل شوية تعمل دراما شوية تعمل كوميدي شوية تعمل درامت بقى شطر فيются شوية تعمل أفلام شوية تعمل مسلسلات مشتش عارف حاش الاني خطوة الجدت اعتني هي توقع عني مشتش متوقع آه آآ فنانة نيلو الكريم شوتية اعط شوت اعط ننتقي إيه بقى خلصنا الأبراج النارية ننتقي للبرجي إيه بقى الترابي 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 ايه التر slope نقدأ بالتور لم betrayed التور miesz tenim الثور 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 عنده ايه عنيد كل طور يعني طور معروف وبيحب الروح عنيد وبيحب الروح والاكل والفلوس والامان بجد بس الطور بس الطور ايه القرف ده ايه شخصية الزبالة ده 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 المديين جدا بيحب النوم والفلوس والاكل والامان اعوذوا بالنوم في ناس الدنيا بالمناسبة بتعمي عيونهم بتعمي عيونهم بس هو فعلا برج مدي معروف عن برج التور انه برج مدي بس يعني اي حد برج التور وقال لك المطعم ده حلو انت روحيه وانت مغمضة ليه عشان بيحب الاكل عشان هو بيحب الاكل فهم اكيل يعني الاكل بالنسبة له كده مش نأكل عشان نعيش نحن نعيش لكي نأكل كده برج التور انت لكن ما برج التور بتنصحينه بمضاعم حلوة ايه ردك انت والله معرفش يمكن اكون وبتحب الفلوس لما اخذها انت بش انت بتحب الفلوس بحبها شخص مكتوب في فورجي بحب الفلوس لا يعني كشكل ما مكتوب ما بحب الفلوس ما بحب الاكل ما بحب الراحة انا 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 اللي بتعصب انا اللي بتعصب وبتقلب رجل التور مينو من عارفه تور ابان تور عمر مسكون تور اعتقد امينة كمان تور والله ايه اعتقد رجل التور دايما عاوز يشتري ويأكل حاجات ويجيب حاجات جديدة للبيت ويحب يستثمر فلوسه بحذر يعني هو بحب الفلوس بس مش برضو صريف يعني ايه في حكمة في الموضوع ايه 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 انا احنا كلنا بنرمي فلوسنا في الارض ايه الا بس رجل التور الراجل ايه امرأة التور بترمي فلوسها ليه؟ لانه بتاعشها الشوبنج والنوم يعني تروح تسحى شوبنج 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 ترجع بدري عشان تانية عشان تصحى بدري تانيا شو ترجع عشان تنسا خالص في امرأة التور ولو عايز تساعدها اديها أكل حلوة يعني اني تور انت كمان يا مهما انتي تور انا تور شكلية تيكي تور وبتحبي الحاجات الجميلة والفخمة يعني انا تور برضو انا تور كل بني قدمينتهم بالتحديد برج التور بيحب الحاجات الجميلة والفخمة بس عارفة أنا أقولك أنا أقولك في عربات في الخلفية عادي 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 وأنا شايفة يوقفوا لنا الشارع عشان نحنا نصور أنا بقول نتكلم نتكلم حد يكلم حد يكلم حد في وقف الوما تقع على رجل عشان نحنا نفني بالقصد وصي وصي أنا أقولك حكا أنت بتاختيش كلام بخزافيره أنا دخلت أنا في الحلقة كلها هديفك باللهي أنا أقولك أنا أقولك أنا أقولك هو لما يقولك الروحة والأكل والنم هو بيحب الحاجات المتيرياليستيك مش روحوني قوي ممكن هو يكون وصل لمرحلة من أفضل نسخة من ذلك برضو في نسخ برضو في نسخ برضو عنده مراحل في مراحل المراحل ديها ولا مشا ولا ولا عمل ايه تورياز أخير مرحلة أخير مرحلة أخير مرحلة تنكتب ما تتقلش استغفر الله العزيز تعمل له بلوك في تيك توك العلامة الفرقة هي دي العلامة الفرقة بتاعت التور إنه هو عنده تمسك بالمديات أكتر من الروحانيات وقد يكون فيه تور اكتهد على نفسه واتعلم إنه يبقى روحاني أكتر في ذات نفسه بس هما يعني يعني مثلا لو تور قالك على مطعم حلو أنت سكي فيه لو قالك على حاجة فخمة كده ليهم نظرة في الحتة دي تسكي فيهم في الحتة دي بس عبهم ايه؟ العناد العند وإنه هو بينصح الناس بعند يعني بيفرض نصحته على الناس بالعند بتاعه ده مجربناش إحنا الموضوع ده مع عمري مسلا لا مجربناش محتكيناش للدروبوت بس بس إيه؟ ده يبدو إنه هو ده عيب برج التور يعني برج التور عنيد جداً وبيفرض بيفرض رأيه عليك متحكم يعني لا مش متحكم هو بيديق يعني هو بيفرض هو شايف إنه ده صح وهو قد يكون هو شايفه صح بس لما يتفرد على الشخص بينفر 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 طبعاً مش هو برج التور الناس اللي حواليه بتنفر طبعاً فبتبقى يا دي ايه؟ مش كده فهو بيمر بمراحل هو كمان بوكليمون عقدته في الحياة التغيير بيكره التغيير ويحب الروتين والاستقرار بيقلق أول ما أي حاجة تتغير في حياته سبحان الله بس برج التور بس برج التور أي برج ثاني ممكن عادل تغيير لي بس بص بس بس بص يعني برج القوس بيبسط جداً بالتغيير كل يوم على طيارة كل يوم ركب طيارة برج نعم نعم صح 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 من مشاهير برج التور مين بقى؟ أصاله أصاله أصالا أصال ناصر مؤتربة سوريا التي تتميز حقاً قوي وأغنيها العاطفاي حنجرة زهبية حنجرة زهبية حنجرة زهبية وبردو الزعيم عاد الإمام عاد الإمام برج التور برج التور سبحان الله وقد يكون عنده هو اللي وصله للمرتبة اللي هو وصل فيها في السينما والتمثيل والفن برج السيزون البرج ده عيد ميلاده دلوقتي السيزون بتاعه دلوقتي إحنا شنو هسنو لا لا مش دلوقتي مش في لحظة تسجيل الحلقة يا عزيزتي مها ولكن في لحظة إذاعاتها مين مفكرة خطوتين قدام مش أنا ده الفريق لحظة استنى استنى عشان نعيزة نزل رجلي بلدري رجلك يا حبيبتي مش قادرة والله يا بنتي علي إيه اللي أقولك مصير لي حاجة أقسم بالله بحاجة صعبة لا إله إلا الله أقول الله لا إلا الله العلون بتاعتك مش شغلة نتكلم ونتكلم بس إحنا والله يبنتعب ومنشأ العلون بتاعتك مش شغلة يا ما تدفي كويس بالبطنية وانتي تاعبنا وشقينا إيه البرج ده عيد ميلاده السيزون بتاعه دلوقتي مين هو برج العزراء لم أخصر كل سنة وانت طيبة عزراء وتحياتي لكل رجال العزراء اللي لازم يقولوا انهم برج العزراء لم أخصر انتي على فكرة هم أنهم كويسين الناس دلوا معيدهم مشكلة لما انتي تقول لهم لم أخصر بيتعمل لهم مشكلة على فكرة ده فيه في الأفلام معروف انه إيه برجك إيه وعزراء لم أخصر بجد والله ده شهر كم برج العزراء برجو أيوة برجو من آخر تمانية لآخر تسعة آه ايوة دي صحبتي 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 دي منه وفيداء ايوة عزراء نتكلم بنقى عن مارقة العزراء عشان نتعرف على فيداء صحبتك هتلاقيها دايما بتنظف ندظ祕ك كثير صحبتك هي دكتورة سنن وتنظف سننك حلو جدا روحت لها العيادة لنظفت لي سننه ايه كلها بسرعة جدا إدى خفيفة ايوا ايوا هي دايما بتعمل ليه أسناني دكتورة فده في اليلي اخطي عند الشارج امشوا ليها في الكتورت أسنان شطرة جدا صحبتي كمان وبتدور على أدقة ممكنة على أدقة حاجة مش في مكانها اه يعني دقيقة ident respectively أن Computer Minute وهي كمان دكتورة سنان فذي احتاجت حاصبك في حاجة ايوا وتحب بتساعد الناس بس ايه بطريقة عملية ايوه رواي أصعر صح 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 في إيه زعلنا خلاص إنتوا عارفين يا جماعة علابة في دقة دي أنا بس بمشي لها لما أكون دارحل شفتوا دارحل شوفتوا كلام دي لا توجد للالحلول دروّله مكتوب هنا كلام دي دقيق مية بالدقيق دقيق أيوه بيحبه كل حاجها تكون في مكانها الصحيح إيه على التفاصيل على التفاصيل دهواكِ دي كمان عيني زايقة على التفاصيل يعني بيركز او يعني دايما عيني يبدو هذا كانت اسمها بيركز على التفاصيل من بكتان بي tirke Happn على التفاصيل عينو زيغة على التفاصيل انا افت اههه legally وبيحلل كل حقيقة تحليل 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 اه صح وده يدينا عيوبه عيوبه نقدو الزايد نقاد ينتقد يميل الى انتقاد الاخرين بشكل مفرط 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 حتى يأتفه الامور اعوذ بالله وكمان الأ يتوتر ويقلق بسهولة جدا يعني واحد مركز مع أدفع التفاصيل وأدقاء الكيد هاي لو يتوطن بسهولة صراحة يعني أنا بزعل على الناس البرج العذراء الرجال بس بالتحديد اللي بيجي لهم ألا حبيبي الكايسر لأن عذراء كزم السحي كزومي عذراء عشان كده كايسر وغناء العرب زيغة على التفاصيل عينه زيغة على التفاصيل عشان أغانين وكلها حلوة كل أغانين شفتي أغانين شفتي أغانين شفتي الكلام عينه زيغة فعلا عينه زيغة على التفاصيل على التفاصيل ودبين ودبين قوي في الكلام وظاهر القلق برضو لو ما كان مجلق في حياته ما كان عمل شغل حلو زي ده أيوة صح كلام أحيانا والله الحاجات السلبية في الشخص بتخليه هو ما عليك طبعا بتبني الشخص تبني الشخص طبعا أيوة كده نكون خلصنا برج العذراء ننتقل على آخر برج توروبي برج الجادي الجادي كبريكورن كبريكورن عشان انتي تعليمك انجليزي لما اقول البرج بالعربي بتخش في الحيطة لا آآ انتي فاهمة غلط أنا الآن دائما بسألك هيا رابدورت بسم بالانجليزي لا لأنه أنا بالنسبة لي؟ عشان انتي لغات لا خالص أنا حافظة الأبراد كلها بالعربي براها نعم وحافظة الأبراد بالانجليزي براها ده شهر واحد صح؟ ده شهر واحد اخر اتنشر لا اخر واحد، ساما سامة جدي اه خلينا شوف عملي جدي وبيحب النجاح والشغل صح صح ست الجدي تحب التنظيم والتخطيط دايما عندها جدول يومي مفصل وبتحب تحقيق اهدافها ده الكلام ده صح شفتي شفتي ايو اما رجل الجدي اه بحب الشغل برضو جدا بيقولك اصلا الجدي ده حيطة يسند عليها الجدي الجدي بس حيطة وعنده اخلاق ومبادئة عالية جدا خدي بالك والباقيين معندوهمش اخلاق كنتهجemic معندكم اخلاق خدي بالك انا كامان مش جدي على فاكرة めتحفليش علي ناحP على نفس يعني انتي عندكيش اخلاق وانا معنديش اخلاق وكلو معندوش والفريق ما REALLY عندوش اخلاق بس مرق الجدي عنده اخلاق على عليا التركاية هنا في كلمة عالية اه متاخدش الكلام حرفي بس متاخدش الكلام حرفي معنى كده يعنى بس كلنا عندنا اخلاق كلنا محب من نسمع غني لبارة البضاعة على قلت المسل لا 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 تلاتة أزواق لبارة السلع لبارة البضاعة السلع اللي هو المهمة تتجرب شغالة عشان الناس عندها ايه تغير وتعدد في الأزواق ممكن؟ نكمل بقى ماشي اللي بيتة في التيك توك قالت ايه؟ عوزوا بالله من الحلقة اللي ملهاش اي أساس صحي دي ازاي كل حلقاتنا مصدرك يا الحبيب التيك توك البتة اللي عملت فيديو في التيك توك مصدرك كان كتاب المتصور في التيك توك لا ايه بقى عيوب بورجكات ايه؟ حذر لأنه هو متشائم 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 يميل دايما لرؤية الجانب السلبي من الأمور وعنده برود عنده برود وتحفظ في المشاعر بتاعته تحفظ تحفظ اوه اوه عمل سيف على المشاعر بتاعته يعني منغلق زي؟ لأ انت منغلقة انت منغلقة لأنك غمضة بس انت مش برده انت برج مائي المائي دا بيحس بكل حاجة دا ايه دا بركان مشاعر دا امواج اوه لا خدي بالك اوه 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 انا اسفن 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 اها دا جتليا بيكتم مشاعره بيكتم دا ما ايوه دا ما بيكون في مرحلة المعزة بدي اول محلها اه انت معجم بيكتم gan هي بقى في مرحلة المعزة هي بقى ساخير وحيدة هي استرج عليها وتموح información تمام؟ زيه المعزة بذكت بعدك دا لم المعزة بتحس ان كل الناس بتعمل اوه بتعمل ايه؟ بتبقى كهف كهف؟ كهف تبقى معروفة معروفة المعزة بتبقى كهف هو الناس بتستغله فبتحاول الى الكهف دي المرحلة التانية وبيبعد عن الكل بقى وبيبقى موحود مع نفس موحود؟ ده لما تسحقه الحياة بعد كده ايه؟ تجي لحظة ادراك بيتحاول يبقى قرن الوفرة ايه؟ قرن الوفرة وفرة يعني abundance abundance قرن ووفرة اه يعني ايه؟ يعني دي شنو؟ بيبقى ايه؟ ايه؟ دي اخر مرحلة في التطور الجدي بيبقى ايه بقى؟ بيبقى عنده عز وممتلكات يامع مش هو شغيل فايه عمل عمل لنفسه فلوس عمل حفل حلوين عمل له خميرة حلوة حمده الله وكان منايم على الخميرة في الكهف لانه بعد عن الناس بس قدرت ان جنة بدون الناس متندس وانه محتاج ناس حواليه بس بقى يعرف يفرق الناس دي بتستغله ولا بتحبه ولا ايه؟ هي كمان عايز الخميرة اوه سبحان الله سبحان الله طب استني بيكتم لسه على مشاعره ولا بيطلعها؟ لا خلاص بقى يطلعها لانه ادرك انه العلاقات الانسانية مهمة زي الممتلكات المادية يعني هو مادي زي التور لا هو مهوس بالنجاح فممكن يكون معياره للنجاح ده الفلوس والماديات ايك ايه؟ الخميرة فهو ايه حق عمل له خميرة حلوة ماشي تشركزة معي مش عجبني الموضوع ده خالص بس اكيد مستمعين ومشاهدين مركزين معي ومتفكين معي وهيكتبوني في التعليقات ماشي خلصنا كده التراب اوه ننتقل على اخر عنصر الهواء الهواء وننتقل على برج الدلو انا امام مقطع علي برج الدلو وفي الهواء اوه هو دلو قاعد في العرض هو اللوغو بتاعه طشت مسك ميا سطل 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 طشت مارا سطل يا بنتي اللي هو حاجه بلاستيك مسكه المياه فاواه ده حامل المياه حامل المياه او اوه اوه احنا المياه اوه البست فريند بتاعتي دلو كبابة شاهد دلو عشرة سنين من صف سادسة دائم أكسم بالله أسمى دلو بتحملك بتحملني كده إحنا مية بتحملنا أسمى صاحبتك كمان على فاكرة تحملنا إحنا مية فعلا هي حاملة فعلا حاملة جدا حاملة لفيروس كورو مرتكر وبيحب الاستقلال وبيفكر خارج الصندوق أيوة أسمى بتفكر كده أسمى بره الصندوق أصلا أسمى عمرها ما دخلت الصندوق أسأح ست الدلو مش هتلاقيها بتعمل ضي بقية الناس أبدا، أبدا، كل شيء في عينه يأخلقها ماش بنقلّدها كده ده برج الدلو مين مشاهير برج الدلو؟ مين بقى؟ ما الفنانة أحلام أحلام الله ملكة أحلام دي تقليدية في حدث ملكة بتقلت حاجة لا طبعا بتقصلها طبعا أوريجنال مش تقليل أوريجنال وكل كلامها أوريجنال بس أحلام المتخيلها بورج الأسد هي فعلا بس بص خدي بالك خدي بالك ان الدلو برضو بيفكر خارج الصندوق آآ يبقى هي تخرج عن الصندوق هي تخرج عن الصندوق وبتحب برضو الحرية والتغيير هو ده بيحب الحرية؟ أه دالو بيحب الحرية والتغيير مال اللي مش رجبله كان بيحب الحرية؟ ده القوس بيحب السفر والحرية آآ بالسفر الختم الجو الأول الختم البصبور إنما ده بيحب الحرية والتغيير تغيير مستمر أه ننتقل بقى للبرج الهوائي الثانى الى هو برج جمي برج الميزان إذاك يا طند أعمل إيه؟ أحبك في حاجة قلانى قوي في برج الميزان انه هو مكتوب انه لا يتوافق مع السرطان نعمل اي امه نعمل اي امه في المشكلة دي قضابة والله مشكلة مشكلة يعني انا دلوقتي امي اللي عيشة معها 30 سنة لان انا اريد دلوقتي ان السرطان لا يتوافق مع الميزان لازم اسيب امي لازم طبعا لازم اسيب بعض انت هزي هترجع البيت عادي معارفش اهابت عندك يا مها عندك سجيز ديادة عندك بيجامة طبعا عندي كل حاجة وابدًا لا يمكن تجد تحت الثقف واحد بعد الجارة ايو دا كافي يعني انا مش عارف انا هرواق دا اصدار فيه استرعه مستمرل بقى لا 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 مفيش مفيش ليه تحطي نفسك في موقف زي اذا ليه تحطه نفسك في موقف الهضبة كمان عمروث دياب ميزان ايه عمروث دياب انا اسمع اغاني عمروث دياب بقى ولا ما اسمعهاش لا ما اسمعهاش طبعا مشكلة 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 انت تسمعي انت يا تفنان عندك في السرطان السرطان الغدوء غدا عبدالرز حبيبت قلبي انت معناها لا تحسس غدا عبدالرز اتكلمها اقول لها تغني عشان اسمعها تغني ايه في طريقة اسمعي الاب الدلو اه الدلو والدلو قلنا مين الدلو مين احلام احلام انت بس دي احلام خلاص ممتاز وممتاز شوفي شوفي بقى شوفي انت هتيجي عندي لكن دل مش هيقوق والدين لا خالص 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 مكتوب 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 الله يعني امي هتفهم يعني امي كمان لما تقرى تشوف انها مش متوافقة معايا هتتفهم يا هدير دي ذا كلامة ابراج غير متوافقة يعني كيف تتخذت غير متوافقة غير متوافقة ده مش عقوق والدين وانما دفقت عدم توافق ابراج لا يعتبر عقوق انت بس ترسل لنا ست ودتك ان شاء الله ان شاء الله ترسل لنا عندنا في البيت او انت تجي شوفوا انتو تتناول با كل المصافات دي تنطبق على أمي اوه مصافات امرأة الميزان ليلى مراد أخي اخوكو كمان اوى وصاحبتك اوى اوى صاحبتنا ليلى مراد اوى ليلة بيرêtre بير altura وانتو توافقي مع بير että لا اوالله اوامي إaczego اوامي برج الميزان اوامي نحن دخلونا في اوامي ثمان سنين سحبية يعني اوامي لازما اتطعي امpiel اعرفا مين كمان ميزان مين محمد طور لا إلا الله أنت كده خسرت الناس كن لها أنا خسرت الناس كن لها أنت ذاتك غلطانة يا هدي أنت قبل ما تتكلمي مع النازل وتتونسي معهم أعرب بقومي وتتصرح بهم وتتعرف في المفت أيوي تعري في برجه أيوي من الأول من أول علاقة لا يتفق الميزان العقلاني والسرطان العاطفي لا يؤدي ينسوا عبارفين لا حول الله أنت يا هدي ذاتك بالغ أنت اللي عملت في نفسك تمرد نادر المهمة بس يعني كل مواصفات ستة الميزان تطبيق على أمي قوليني بقى اسمعي الجمال ده بتحب تبقى جميلة طول وقتها جميلة فهم يا حياتي وبتحب تهتمم مظهرها شفتي التصريحة بتاعتها عاملة إزاي أيوي مليون منتج يا شخص أنا اللي أعرف أنا اللي أعرف أمي مشهورة بالتصريحة بتاعتها مشهورة أم هديل خالت أم هديل بتعرف المنتجات قبل ما تنزل السوق أيوي يعني ماما يعني مثلا إيه بتحب كل ناس اللي حواليها تكون حلوة إيه ده لا لا أنا وقعها يعني ده ده إيه ده ده غزل غير مباشر وعندها زوق رفيعة والله فعلا زويقة فعلا أمي زويقة صح صح أنا شهد أنا شهد أنا شهد أنا شهد أها بس إيه رجل الميزان رجل الميزان نفس الشيء دايما بيدور هو الميزان خد يبالك من الإسم من الإسم نفهمها ميزان يعني إيه بيدور على العدل بيدور على العدل طول الوقت يبحث بيحب على الموازنة ما بين الحاكتين ما ينفحش كده الميزان يبقى كده ولا يبقى كده لازم يبقى إيه متساوي العدالة العدالة عنوانه عنوان كل رجل وامرأة ميزان تمام أه بس أنا ههدي الرجل اللي بيفحط بره بالعربية ده بالميزان على دماغ ما فهمت يعني يشتغل قاضي؟ ممكن ممكن مش مكتوب بس ممكن المحامي لا بس على حسب فيه محاميين قلعبان خطيبان قلعبان قلعبان الله يلعب بالسلم والتعبان ايه ده؟ اوه لا 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 ما أعتقدش المحامي يبقى ميزان ده انت فهنا مقدة عبدالريزا؟ المحامي يبقى قاضي على طول جاج جاج ديه في الجامعة ايوه بنت برج شنو؟ اه الميزان طوال يدخلو كل ليد هل وطروا وقت في التخصصات اه في اسمه معهد القضاء هو مو 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 وظيفة المشرف الاجتماعي اه وظيفة المشرف الاجتماعي لازم يحطوا في المهنة دي حطوا في المقرر ال الابراج الابراج فهو يقوم قاعد مع الطلاط اه او قاعد مع العملاء اللي هم المترددين مش عارفين يشتغلوا افحاعتهم كمشرف الاجتماعي قوله انت برجك ايه يا ابني اه انت كده وكده كده وانت برج مائي يبحث عن العدل انت عيوتة عشان انت برج مائي يلا تنفع تبقى ممثل تعرف تعاية اونكيو اه ينفع تبقى ممثل كده يعني يعني اوكي اوكي يعني هسي ناسا يعني شو يبحثونا عن العدل يعني ما برضو يحبوا يوزنوا بين كل حاجة يعني عندهم حاجة شديدة لتحقيق العدالة لا اهم مش مترددين هم عايزين يعرفوا الحوارك الدنيا فيها ايه بقىal لت يرسيني على الحوار هما عايزين بقى رسيني عليه الحوار يسمعون من الطرف دى والطرف دى والطرف دى والطرف دى بعيدين يقول لك اه الدنيا مشزاي صح فهمتش ايه صحيح صحيح طب انا اعرف كل الميزان اللى اعرفهم يعني فيه ناس متهورين جدا وفيه ناس مترددين جدا ما هو التردد يعني انت لما تكون عندك حب لتحقيق العدالة والموازنة بين الأشياء وعايزة تسمعي كل الأطراف هذا هيخلق حاجة غير التردد لا والمتهورين طيب بتيجي تندرك تحت التردد المهم ودي يعني ايه في مراحل تطور البوكيمون بتاعتهم لما يوصلوا لآخر مرحلة مرحلة السيف هيبطل السيف هيبوزي حد السيف دي لما يكونوا قاضي بالمطرقة المطرقة قاضي بالسيف بالسيف فهيعرفوا يلاقوا الاتزان بقى ما بين كل حاجة وما بين مشاعرهم وما بين قراء الناس ويبطلوا يترددوا ويبقوا أحسن نسخة من نفسيهم ودنيا تبقى حلوة ويكسبوا لي نصيب ويعيشوا تبات ونبات ويخلفوا صبيان ونبات لازم نشتغل على نشتغل لسه ما خاتيش الكرسات أنا هاخد كرسات الليلة للوقت نصل لآخر برج هوائي معانا وآخر برج هنتكلم عنه في الحلقة دي وهو برج مسير للجدل جدا بس أنا بحبه الجوزاء يا لهوي والله يا أكتر برج ماما أكتر برج مفهم غلط على فكرة ناس عظيمة جدا ناس جميلة جدا ناس لطيفة جدا بحبهم قوي بحبهم قوي صحيح ترى في مين جوزاء ما فيه؟ آآ آآ افتكرت ناس جوزاء حلوين 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 وفعلا من أفضل الأبراجة في الحياة كلها يعني أنت لو خيارك تكون يا تد روط برج أنا شخصيا بقول أنه جوزاء لو لم قولت جوزاء لو وددت أن أكون جوزاء جوزاء فعلا أنا بصحص واحد بقول يا ريتني كنت جوزاء من كتر جمالهم ولطافتهم ويعني بس بوزيتف انرجي بوزيتف انرجي وناس رائحين فعلا الحقيقة دي كانت فقرة التطبيل انا برج الجوزاء يا جماعة مفهم غلط طبعا برج الجوزاء أهم حاجة عنده ايه؟ التواصل دقيقة ايه؟ عايز أقول له أن أنا أختي برج الجوزاء وهي إحنا هي أختي الكبيرة شاوتاوت روشا بحبك شاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوت عشان نحضرها القتال تروم الاختة الكبيرة فمنها عز المنبر بنحبك يا راشا 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 برج الجوزاء برج الجوزاء دول على فكرة مفهومين غلط جامل لان اهم حاجة عندهم التواصل تا وما توصلت معهم وفهمتهم كل حاجة فهم يمشوا معاك زي السكينة في القاتو إنما أول ما يقلقوا الزبدة المفروض إحنا هنا بودكاست بنقول بدل الزبدة جاتو على فكرة أنت حاولت تقطع زبدة قبل كده أحس لأ بمهاراتك في المطبخ لو الله حاولت قطعت زبدة قبل كده وكانت أصعب حاجة في العالم شفتي؟ وبعرف اللي بيقوله زي السكينة جربي بقى تقطعي جاتو نا وسهل لو حروة وجميلة ومعرف المثلت أصلا كتاب السكينة في الزبدة غلط غلط أصلا السكينة في الخيار مثلا السكينة في الجاتو يعني حاجة غريبة جدا حاجة غريبة ومريبة في نصلك بس سيفوت برج الجوزاء إيه؟ اه اجتماعي بيحب التغيير وعنده قدرة على التكايف مع أي موقف متغير متكدد بيت أقلب اه زوق اليوم معي عشان إتي لازم تروحي البيت اه ماشي؟ مرقة الجوزاء اه تتكلم معك وترد على الواتساب في نفس الوقت متعددة للمواهب تعمل لجميع مليون الحاجة في نفس الوقت لهلوبة لهلوبة مكتوب واتساب هنا؟ اي mí والموهبة انك ترد على الواتساب يعني متخلق الكلام حرفي يعني ملتي تاسكين اين يقدروا يعملوا اكتر من الحاجة في نفس الوقت فقلت كمثال انه يمكن يقوم على الواتساب ويتكلم معك وتردوا وتقوموا وتكلم مليون الحاجة في نفس الوقت مرقة الجوزاء معروفة 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 عその رجل الجوزائي بقى رغاي بتكلم كتير جدا ينسبك رجل الجوزائي يا معانتي بتحب ينسبك تتكلم كتير ايوة فعلا لان انا بتكلم كتير فداري الله زوري بتكلم كتير اكتر مني عشان انا ارتاح شوير ايو 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 ممكن انا هو رجل الجوزائي اتكلم جديد ممكن يعد يحكي معك قصة حياته على فكرة الكلام معه ممتع جدا بروحي الجوزائي واسكير عندهم زكاء عالي جدا فعلا لفعلا لاختي زكي ايو 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 ودايما عنده قصة جديدة دايما عنده حق جديدة يحكيها لفك هو اجتماعي يعني هو برج اجتماعي بطبع ده الراجل او المرأة الاتنين دلوقتي عيوبهم ايه اتقلب اتقلب اخلييني غير رأيو موقع بسرعة مما يجعل من الصعب الثقة ده مش كان برج الثرطان 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 بص قالك هنا التقلب متاخديش الكلام بشكل حرف انتي حتى ما بتسمعيش انتي اسمعي للاخر قالك انتي بتاخدي مطلعة الكلمة وبتجري بيها لو سمعتي للاخر هتعرفي انا اعتذر انتي ما تسمعيش مش بركزها معي في الحصة انا بشرح لمين انا بشرح للحطة انا اعتذر مش هديك دروس خصية انا اعتذر التقلب قالك ممكن يغير رأيو بسرعة برج السرطان متقلب في المشاعر زي الجنان اللي حصل من شوية ده فهمتي قصدي اه فهمة قصدي بس فيه فرق ما بين التغيير في الرأي والتغيير في المشاعر ده تقلب والده تقلب تستغليني وانا اخدش الكهر مع الميازة بتاعت الميازة انت كانت مراحلك شنو؟ مراحل ايه المستر سلطع اه اللي بيمش بالجنب بيمش بالجنب بعدين بتحول ببقى كائن عجيب في البحر لو قطعتي لو قطعتي راسه بيطلع راسين اوه وبعد كده بتحول ببقى طووس ايه المت دي مصادرة مضمونة عيوب برج الجوزاء عيوب برج الجوزاء غير التقلب التشتت يتقلب دي تاني اشرح يتقلب يعني بيغير رأي وموقف بسرعة اوه كل يوم برأي هم متقلبين في المشاعر ما متقلبين في الآراء اوه انا شايفة انا شايفة انتي ايه ده خودي كمالي خودي عايزك كمالي انا اجي فيه جنب بحر اتفرقتي على البيت بتاعة التكتوك عندك هايلايتر فامبامبا عندك اوراق كتبتي نوتس بخطي ايدك عملتي جرافز انا شايفة انتي تكمل حالا انا شايفة المليش في اسم اوه اوه امشي لا والله ابدا انا والله العظيم انا ما قاعد ذاك يبقى بتكست باس مش بتكست ونص ااخد اللوحة ااخد صورتي وامش لا بص اي بت لا لا مش هتعرفيلي طريق قره بعد التلاعب العواطف حضوا بالكم برج السرطان اكتر برج بيعرفي مانبيوليت اللي حواليه اللي بعد يا جماعة انا محاطة بجوزاء وبرج السرطان اخوتي بيخافوا مني في الحتة دي على فتح يعني حاجة كعبة شديدة بالمناسبة انا في منطقة غير امنة هكمل كملي وتاني شنو التشتت التشتت يصعب عليه التركيز على شيء واحد لفترة طويلة يعني دايما بيشتت بس برج الجوزة سبحان الله مش الناس اللي عندها ADHD لا بس برج الجوزاء يعني انت لو عندك ADHD انت مش عندك ADHD انت ما عندك جوزاء بصي بسيطة ازاي شفتي بسيطة ازاي مشان عطبها ADHD ABC HDMI ومعرف شمين وانواع ADHD وخدي دوا وبتال انت بس برج الجوزاء بتشتت شفتي شفتي اخف ازاي وقاها اخف قفتي ما بتتشتت لكن ايه يمكن هي وسطت لمرحلة النجوم الله مرحلة النجوم بكمل كميل دي اخر مرحلة في مرحلة برج الجوزاء لا انا عايز اعرف كل المراحل وكل الحاجات هم ثلاث مراحل بعد اللي تشتت في ايه بس هم تشتت وتقلق بس تدونا عيبين بس عيبين بس عيبين بس وبرج الجوزاء ده في عيوب تانية مفيش حاجة ده وردة ده فلة ده حلوة ولم لو قولت جوزاء لو اددتوا ان اكون جوزاء لو لم قولت جوزاء لو اددتوا ان اكون جوزاء صعب التقبيل ولغونا في نفس الوقت 林 ruth احلى برج ما طام انه عليك كده ما ها حسبت المهم برج الجوزاء بيمور ب3 مراحل ثلاثة أول ما زي كل إلا أنت بس سبعة معرفة الحمد لله لا يفتغير لا حسد وقول أعوذ برب الفلق حسد فين دا أنت بتبقي عنقوق تبقي عنقوق في الآخر جمدة 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 أجمل مخلوق أسطور سراح أجمل واحد أجمل واحد سراح أخيالي تبقي رماد وتولدي يعني أحسن من الهيدرافاشل بتاعي يعني تخيالي تبقي رماد وتولدي من النور تاني تم بعثي من جديد شفتي حتى الدراماتيك في ال دراماتيك في البرزنتيشن بتاعه بيبدأ الجوزاء في أول مراحل البوكيمون بالتوقم مرحلة التوقم التوقم اللي هو إيه؟ بيبقى كله حماس وفضول للاكتشاف وتفكيره دايما منفتح بعد كده تسحقه الحياة تسحقه فيبدأ يحس بنوع من الفراغ وإن في حاجة نقصة وملل فتبدأ المرحلة التانية مرحلة السفينة وليه اسمها سفينة؟ لأنها تخش على حياتك تخش على حياتك كده زي السفينة زي التايتانيك بقى زي التايتانيك يخش على حياتك زي القدم استعج يجي لك الشغف تاني السفينة قدم استعج يجي لك الشغف تاني لا يعني تخيالي التايتانيك لما دخلت في الجبل التاليجي وغرقه كله تاليجي تاليجي في حاجات ما بتتغيرش السفينة دي كبير وباطي ابطأ حاجة في العالم تمشي كده مرح لا في حاجة هنا تكلمنا فيها بالمنطق بقولك بيبدأ توقم بيتحاول يبقى سفينة مسكتي فيها انه سفينة بطيئة ولا سريعة انت بتكلمي بجد كميدي طيب يعني هنا سفينة سريعة السفينة هنا في الورق البت بتاع في التكتوك سريعة سفينة تيربو اه لا بكون قارب صغير سفينة سوبر جيت سفينة سوبر جيت اوه ده بيكون ايوه اوكي يا مهرج بعد كده ايه بيفقد الشغف يرجع تاني على التوقم ده اول برج شوفنا بيرجع ورا وقدام بيتمرجح ايه ده ليه لكن كده بيتمرجح والدنيا زي المرجيحة يوم تحت وفوق ترارا فيها خلق عيشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق عيدي عيدي والدنيا الدنيا زي المرجيحة يوم تحت وفوق فيها خلق عيشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق فيها خلق عيشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق والله ده انا بتمرجح فيها من تحت لفوق 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 انا لازم اخد كرسات لازم تخطي كرسات المهمة بعد كامل بعد مرحلة السفينة والتوقم والسفينة ويرجع 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 تسحقوا الحياة ويواز تحصلوا لحظة ادراك فايبقى ايه النجوم النجوم The stars in the sky Shine bright like a store Diamonds Diamonds And there is no sun There is no one but there is no sun هوا سبحان الله اه انا لقيه برج امير عيد لازم اعرف المهم النجوم ده حص المغامرة عنده عالي جدا وبيفهم ان كل شيء بتحصل له لها حكمة وانها بتحصل عشان تعلمه حاجه وبيتقبل نفسه ازدواجيته يبدأ يتقبل الازدواجية في الحياة والازدواجية في كل شيء مرحلة حالوة جدا اعظن اختيها في مرحلة النجوم لانها ساعة فعلا 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 اندها الحاجات دي نعم بس ومن اشهر فنانين برج جوزاء حاببنا كلنا مين محمد عبد او grad فنان عرب السعودي النقر بقى غني الخالدة اللاع صراحة يعني فعلا لو لم أكن جوزاء لو وددتوا أن أكون جوزاء نعم كده نختتم أنت كده خلصت أبراج كلها تخيالي سبحان الله يا جماعة أكتبوا لنا في التعليقات رأيكم شنو في وبرجكم إي بتاع هديل وشنو برجكم وهل الكلام الفارغ ده ينطبق عليكم أم لا ينطبق عليكم هو غالبا ما حيكون بي ينطبق عليكم لأنه المصدر هو فيديو مجهول في تيك توك لكن أحيب أحييك هديل على المجهود الرائع 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 اللي هي عملته فعلا عملتي طبي ليلي طبي ليلي فعلا عملتي مجهود رائع وظاهر ظاهر الكلام هل هو صح أم خطأ ده ما قضيتنا ما قضيتش كلام بشكل حرفي ما تخديش الكلام الحلقة بعنوان ما تخديش الكلام بشكل حرفي الصوت مواضح وهي بتطبق اه ايو 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 المايكات بتاعتنا كفاءة على فكر كفاءة كفاءة طلق لقطة صوت الناس برا الشارع مش طلق صوت الطابلة اللي هنا عالكنبة كنبينا لا ما اخذى ما اخذى ما انتقيها بقى حارفين نا والله العظيم اه شكرا هدير على التحضير الجميل ده انا فعلا فخورة بيك جدا مرسي ولو عايزين تعرفوا اكتر او براج ما تسألوناش لان احنا اقارفنا اقامل الموضوع ده انا ليه بتكلم مصر كتير طلع من بقك زي العصر طلع من بقك زي السكر عشان انتي متعددة المواهب متعددة المواهب ومتعددة اللهجات متعددة اللغار اتينا مشرح اناليكم احنا لجي بناتطبل احنا نجي بناتطبل عشان لما نطبل لبعض طبل لبعض لما تعزز الي للقpace ده يعني بالمصري انت بتطبل له تعزز بيا Destroy وتنفخه او هاديل هاديل لو لم اكن هاديل لو بدت ان اكون هاديل او احا الفقرة الفقرة تعباني فقرة المشاكل هل احنا هنقدم لكم حلول؟ لا او يمكن لانها فقرة غير متوقعة وما تنسوش تبعث لنا مشاكلكم على الدي ام في الانستغرام ما تنسو انه بالرغم من المشاكل اللي احنا عندنا لها حاليا ولكن هي ممكن في اي يوم تخلص ويكون ما عندنا محتوى اول مشكلة معنا لليوم اتفضل يا مها طيب اول مشكلة عندنا انا ما في زول بفهمني واخواتي اكبر مني بي كتير فما بفهموني وامي وابوي بحكم انه كبار في السن شوية ما بفهموني واخواني الاولاد واحد منه متزهج 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 بقاله كم ساعة واحد منه متزوج وساكن في مدينة تانية واخوي التاني كله همه انه ألعب معاه فورتنايت وانا ما بحب ألعبه ولما أتكلم عن أحلامي قدام أهلي يتقطقوا علي وبحاول أفهمهم انه ده بيزعلني لكن ما في فايدة كيف فهمهم أمي أني بزعل من كلامهم مين فينا مفهوم؟ ما حدش فينا مفهوم أحب أقولك انه زي ما أهلك بتقطقوا عليك أنا ذاتي حتقطق عليك يعني ما فهمه سؤال بس يعني عشان نكون واضحين انا ما في زول بفهمني وأخواني ما بفهموا أمي بأخوة ما بفهمه بيفهموا شنو يتدار تفهمهم شنو شنو الحاد دا يراهم يا ما يعني ايه ده يعني عايزة تحس انها مفهومة ومتشافة من أهلها من ناحية ايه؟ من كل النواحي من أي حاجة إن شاء الله من ناحية هي عايزة تشعب على سيد برطوء النهاردة ليه؟ عايدي لا أبصي هو بس أنا بس أنا هقولك حاجة اه أنا هقولك حاجة أعتبي عليك في حاجة واحدة أخوكي الصغير اللي عايزة لعب معاكي فورتنايت مش جايز هو كمان عايزة تفهم منك وانتي بتقراري نفس المشكلة اللي الناس الكبيرة حواليك بتعملها فيك على أخوكي الصغير دا كويس إنه عايزة لعب معاكي فورتنايت وما بترضى من القاضي لحظة إدراك فأنتي هنا عمالة تعملي اللي انتي بتشتكي منه فأخوكي الصغير فأنا هنا أحب أشجع إن انتي تلعبي مع أخوكي فورتنايت حتى لو انتي متحبش تلعبي فورتنايت ودي هتبقى لقطة بوندنج حلوة قوي وخلاص هتنسي بقى موضوع أخواتي الكبار لازم يتفهم على فكرة انتي دي فكرة إنه لو هي عندها أخوة كبار ولا ما عندهيش أخوانا كبار في السن شوية ما عارف جزة عشنا يعني عمرهم 80-70 سنة كبار في السن شوية أنا كلمة كبار في السن دي بتتكهرني ليه لأنه في فرق لما يزولي يقولي هل عشان أنت يحسن أنك كبيرة في السن لأنه في واحد قال ليه أنت كبيرة في السن ليه ما عرستي ايوه اتخيلي يعني هو شوفي في فرق ده ايد شامنج في ناس بيقول لك أنت كبيرة دي حاجة مختلفة عن أنت كبيرة في السن في السن دي بتخليك تحسني أنت شائل عكاز وقاعدة في الحديقة وبتتفرج على الشجر ولابسة طاقية دين للرجال العجائز عاملين كده طب لو بدني حراته عادي فين حر قوي اوه تشغل المروح لأنه العجاز ما بيحبه المكيف اوه صح اوه 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 اللعبي مع أخوك فورتنايت اللعبي مع أخوك فورتنايت وخلاص وفي ناسة بأي زور يحس أنه نحن ما فهمينه يتاح لك من المفروض يفهمهم ايو دي حاجة طبيعية عادية في بينكم زي 13 مليون سنة فريق فأنتو حاولوا أفهموهم بدل ما تقعدوا تقولوا ما في زور يفهمني حاولوا أنتو أفهموا نفسكم وكفوا نفسكم شوفوا ليكم أصدقاء يفهموكم بس خلاص بس خلاص ما هو ممكن وعندك أخو صغير العبي مع فورتنايت ألعبي مع أخوك فورتنايت بدل ما انتو خلهوا براهو كده ايوة هديل أفتح إزاي موضوع العريس اللي رفضوا بابا تاني العريس اللي رفض عشان هو في بلد تانية مش عايزينك تسافري بالإضافة إنو بابا ما يعرفوش فين بلد تانية مش كبه أوروبا لازم نعرف لازم نعرف عشان إيه نعرف ننصحك كويس قررت أكلم بابا بكرة يا ترى كلمتي أبوك يا عمل ايه بيننا مستجدات ماتسبنلاش كده أبوك يرافض العريس ليه عشان أن أقعد فى بلد تانية وبابا ما يعرفوش ده السبب الوحيد والعريس لازم يجي يتعرف نفسه على بابا وباهو نوعين التي قعد فى بلد تانية وبدانه ما يعرفوا ليه يسافر ويعرف نفسه على بابا لور عريس سافر وعرف نفسه على بابا ووطبعه وشرق شير بوكاهو مع بعض وغده تعشه والعريس بابا عفو المشكلة وين المشكلة وين مرات برضو بالمناسبة أنا ما دايرق وكون كده أنا الزمان كنت بقول ليك حاربا الكل عشان العريس بتاعك لكن أحيانا الأهل بيكون عندهم وجات نظر بس شوفي خلي العريس ييتي شوفي ويخرج مع ابوكي وإن شاء الله قريبا ولو البلد الثاني اللي هو قاعد فيها كانت ما بلد رهيبة فما في داعي أن يكتمشي لها شكرا مع السلامة أو هو يجي يعيش في نفس البلد بتاعي بابا ايه طالكي مشكلتك يمكن هي مش عايزة تعيش في نفس البلد بابا هي ما قالتش كده فمشكلة ماشي مشكلتي مشكلتي أنه أنا سافرت بعد الحرب ألف السودان وحسي حسي حسي مشكلتي أنه أنا سافرت بعد الحرب في السودان وهسي نفسي في أجاشي وكان سويت أجاشي في البيت الإنزار بيشتغل وبيجوا ناس الإطفاء والجيران يرفعوا عليه الشكوى وحتورت أنا قاعد في أمريكا ناس أمريكا شديدين ولذيذين خلاص مشكلة كبيرة ما يججلك تعملي الأجاشي ذاته أنا عندي لك الحل احا ديبي شراب ايوة وديبي كرسي اطلعي فوق الكرسي اصلي الحدي الهنا بتاعي انزار الحريق انزار الحريق ده بيكون ظاهر ايوي بنوير كده بسقف أخطي الشراب حوالي انزار الحريق كده انت بتمنع انزار الحريق انه يشتغل وتولع البخور بتاعك تولع تشتغل ايه تعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه تعمل او ممكن بدل الشراب ممكن كيس بلاستيك مجربينها قبل كده والله اه بس الشراب بيكون عشان لونه ابيض بيدي مع السجف ممكن ممكن ايه ممكن برضو حالو حبيت النظرة الهندسة الديكور اللي دخل انت المشكلة اللي بعدها صديقتي حبيت واحد مشهور اه اه مين المشهور زميلة عايزين نعرف هل هو زميل هل هو زميل ولا مشهور زي عمر دياب عشان نعرف الفرق الفرق لو مثلا مشهور زي انا وهدي الممكن مشهور زي عمر دياب معظم يا بنتي سبوري بس وساعدها في شغلها وصارت امورها المادية تلت اضعاف عند قبل وبعد تلت شهور تركت صاحبها وحبت مدير الشركة قال لي لا الجديد مدير الشركة الجديدة ياللي صاحبها القديم ساعدها توصل لها من وقتها وانا مش قادرة اكون صديقتها معاني احبها كثير لا تشاركي الاسم لو سمحت مش هنشاركي الاسم يا حبيبتي عشان انتي تبتقولي ده في ديحة انتي مركزة مع صاحبتك دي اوي كده ليه مركزة على تلت اضعاف المرتب وحسبة لها تلت شهور ويعني بصي قد يكون الامر بريء ممكن هي سايمة بتقع في الحب مع شخص تقعي برا الحب مع الشخص لا دقيقة انتي مالكو مع المرتبة زات تلات اضعاف وحبت ده وده مشهور وده ما مشهور انتي ما تشوفي مرتبك شوفي شغلك لو انتي مركزة في شغلك وهناي مرتبك زاته بزيت تلات اضعاف ولا انتي بس شغالت شوفي اللي بدي حبت منه وخلت منه وذاته هي ذاته صاحب زي كما دايراها اها 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 وقصي لانا بس المشهور دمنه والمدير دمنه اي 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 چلا نعرف مساعدك كويس اي اي ان شال الله قل ما انا مشكلتي انه حساس شديد يعني بزيادة اكيد بورج مائي وبسك سرطان بتكون اا انتي كده كميلي عشان نعرف البرج وبسق في الناس سريع يبقى مش عقرب مش عقرب اا او ممكن تكون عقرب في مرحلة الأزبايدر هم بيكونوا عارفين نقاط ضعفي يا حبيبتي وبستخدموها ضده ممكن يكون حوت وانا بالجاد ما عارفة عمش شنو هلتني يا حبيبتي بصي لو انت حساسة زيادة عن اللزوم وده معياتك قريبة دي مهارة استغلية انا اقولك ازاي اي حد يعملك اي حاجة عياتي عياتي على طول عياتي بيجيب جامد تمام ولو عندك الامكانية امتهني التمثيل هتبقى ممثلة نكحة جدا وما حدش هادر يستغلك بعد ده هتبقى فنانة مشهورة ايوه لا دا كده يا عدو ما استغلوها اوعيك تبقى فنانة مشهورة لا لا هتبقى مشهورة وغنية والناس هتستغلها لا اما خلاص بقى هتبقى سيزند ومحترفة تبقى تقتعايت واحتكت بواسط العمل اه وممكن تعايت اي حد يستغلك عياتي عياتي انا لنفسي اكون ببكي باي سرعة وانا كمان انت حارفة الحاجة دي ممكن تحللات مشاكل كتير شديدة اقسم بالله يعني تخيلي انت مسلا مش تخلصي حاجة وفي عندك مشكلة بكاتي خلاص الناس كده تنهار حواليك لو ما تعيتيش خلاص 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 هنديك نصف مليون جنيه اه انا نفسي اكون من المزل اي 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 نفسي نفسي اكون من المزل هننجحك بالانتحان خلاص اي 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 زول ببكي وامورو بتمشي ام بس انت شنو اوريك ما عندك حال صراحة بس خليك بتبكي حتى حتى الاموجي اللي بيعايد ام المشكلة اللي بعدها عايز اصير مليونير كيف تصبحوا مليونيرا كيف يصبح الانسان مليونيرا كيف بيتهجارته بنا عمل كيف وكده انت تصبح مليونيرا يا جماعة ديك برنامج هو برنامج مجال مقالب ايوة خشوا اكتبوا فضل فريق كيف يصبح الانسان مليونيرا هيطلع لكم فيديوه هتحقوا عليه ضحك السنين بتاع خمسة ايام قدام الموزيعة بتسأل الراجب كيف يصبح الانسان مليونيرا فهي بيتقوله حسن مقابله كله هو بيصرخ في الموزيعة وهي بيصرخ فيه و الناس كده بين انا و ابوي فاستالة لكن يا هدي انتي ما نصحت الزوالك فيه بقى مليونير انا عندي نصيحة كويسة افتح الانستغرام بتاعي عندي فيديوهات استثمارية جيدة ممتازة وفيها نصائح بحزافيرة يعني انت خطوات كيف تصبح مليونير والزبط موجودة عندي هتعرفها في دقيقة ونص كلها وان شاء الله تصبح مليونير إن شاء الله المشكلة دي صراحة غريبة ليه؟ قريبة قريبة ما لاجي يا سكن الأسعار يا أم غالية غالية أو الإعلانات بتكون نصب أو المكاتب بتبقى كدامين يبقى المشكلة فيك يا حبيبتي أو شيجك تجرف من حقيق عيط عيطي نفس المشكلة قابلت واحد في الشغل مبارح بس أكبر مني بتمان سنين وعجبني قوي أنا تمانية وعشرين وهو ستة وتلاتين وتغدينا سوا مبارح وخايفة جدا مين اللي دفع خطورة الغداء؟ مهم أن أعرف المعلومة دي مكتوبة؟ لا وخايفة جدا أتعامل معاه لإني تاني ليه؟ لإن أنا الفراغ العاطفي والحلل نفسية مدمرني وهتسرع في قراراتي أنا لازم عيط أنا ما فهمتها لمشكلة مشكلة إيجار بسي بسي ولا مشكلة حب بسي بسي هي عندها فراغ لإنها مش لاقية مسكن أول ما تلاقي إن المسكن الفراغ ده هيتملي وهتعرف تحكم على بس فرق العمر حل لازم نعرف وفي الشغل يعني في بيئة في يعني بلت واحد في الشغل يعني هو شغال هو شغال كويس يعني مش عاطل عام عرفت عرفت ترقب فترة حلوة يعني يعني عرفت تشوفه في الشغل هو عامل إزاي وكده يعني هي جالت لاجته مبارح خرجت يعني خرجت معاه مبارح أنت دقيقة لحظة لحظة لاجتي مبارح يعني أنت خرجت معاه مبارح ولا هو في الشغل أصلا وخرقته مبارح هي جالت قابلت واحد في الشغل مبارح يعني وعجبني أوي واتغدينة سوا يعني أول يوم وظيفة تاني يوم خرجت لأ أول يوم وظيفة أول يوم خروجة ما شاء الله سريعة سريعة جيدا ممكن تعلمينا إزاي السرعة سراحة سريعة أنا أثني على هزي السرعة مهارة عالية مهارة عالية تدرس ده إحنا بنقابل حد خمس سنين خمس سنين يا ملك لو هيك على الستوري أقسم بالله ده خلاص كده أقسم بالله أنا أصلا يعني إيه الفولو باك دي ما بعملهاش غير بعد بتاع شهر ونص يعني إيه شهر ونص آه إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده أبالت واحد مبارح واتغدينة سوا وكله ما فيش مسكن بس أنا اللي بالك ده كله من غير مسكن أنا لازم أعرف مين دفع فتورة الغدى أكيد لو شوفي أكيد هو لأنه هي ما ذكرتها في المشاكل لو كانت هي كانت ذكرتها في المشاكل بص يا ست إيه إنتي إيه إنتي دوري على شقة تمام تلاقيها أوه عرفة 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 لو عرفت تحددي موقفك مع مع الـ potential عريس ده إنتي احتمال ما تحتاجش تدوري على شقة خليك في المسكن اللي إنتي فيه آيو بس خلاص وبعدين إنتي ذاتك لما تجي تأجري مكان أجري من المواقع المضمون أيوه ولا شوفيلك سمسار شاطر ولا أسألي الزمائلك أسأل الزمائلك العدة هم مسكن هقولك أنا يا بيت هقولك أنا أجيبلك التايها الرجالة بتعشق حل المشاكل بيعشق هو يكون البطن إنتي ارمي عليه مشكلة دي خدي مشكلة ويقول مشاها يا شقة وكل الناس نصبين والناس كن لأ وإحنا في غابة والناس اللي عايزة تستغلك وعياتي عياتي مش قلت يا عايزة عياتي آه لا دي مش دي اللي عايزة تعيض تاني لا دي كمان بتقول عايزة عايزة آه أيوة عايزة عايزة ركيزي آه ماشي عياتي له هيقوم أيه هو يحس أيه بالشهامة كده والنخوة والرجولة هيقوم هو مدورك يشتع على ركبتيه ويتقدم ويتقدم انتم مع شي سريع أصلا في الشقة الجديدة اللي هو لأهالي الله آي ألفة مبروك ألفة مبروك عليك حبيبة قلبي والله فرح تلكسي أنا بقول ننتهي بالمشكلة دي مشكلة حلوة مشكلة حلوة جدا شكرا ولحظة عندي آخر مشكلة تفضل وهي تستوجب الطابلة أكبر مشكلة بتواجهني حاليا أني ممكن تطبيلينتي عشان مش عارفة أركز وتكلم في نفس الوقت أكبر مشكلة بتواجهني حاليا أني مش قادرة أركز على دراستي بسبب البودكاست بتاعكم الله هو ده التطبيل اللي احنا عايزين الله يكثر هذه المشاكل الله يكثر هذه المشاكل لا كعبة شديدة ركزي على دراستك احنا مش هنفيدك بحاجة ممكن بعد ما تخلصي دراستها تفتحي الفيديو بتاعنا أو ممكن تفتحي وتحطينا ميوت عشان كده نكسب مشاهدات ونكسب حب كلينا وانتي تكسبي في الامتحان إن شاء الله هي هتكسبش إنه لو شغلتنا وخطتنا ميوت هتحس بالولاء هتحس بالولاء هتحس بالولاء مش أنا نية هتحطينا على ميوت انتي برج القص ولا إيه انتي ده دي سهام عما لا تطلع إيه ده لا ما تشغلينيش انتي أمشي أجري لأنه ما في حاجة شوف مستقبلك دي شوف مستقبلك دي لكن صراحة حتكرا لك ونحنا سعيدين شديد وممكن بعد الامتحان وبعد الدراست تتفرق علينا مش مشكلة حلقة قاعدة ما ما شف أي حدة المهم يا جماعة دي كانت حلقتنا للليلة اكتبوا لنا في التعريقات كل حاجة مشاكلكم وابراجكم ووهلكم وشغلكم أي شيء اكتبوا لأي شيء بس تقول لنا السلام عليكم نستمع فقط نستمع نستمع فقط وللأخت اللي حاسة انها عندها أخوات كبار وفيه فرق في السن وما بيسمعاش احنا هنا نسمعك ونروح يا عزيزاتي عاوزة تفضل لا أنا فتفضل لا أنا ما عندنا مشكلة ورسلوا لأنا مشاكلكم في أدي أم بتاع بودكاست ونص نحبكم مستمعينا ومشاهدينا وما تنسوش تعملونا لايك وشير وسبسكرايب وتقييم خمسة من خمسة على منصات الاستماعي خمسة علينا وعليكم من عين كل الحسود الأمير يلا باي اصبع الله خيف باي